قبل لا تشوفون الحلقة وتستمتعون بتجربة حطيت لكم رابط موقع تحت في خدماتي شوفوا الخدمات لأنه ممكن من أحد الخدمات نستكشف سواء نوية وشكرا المشاهد الأنساء د Landscape ويود الإ Gegenصر هيا مارك ماكس هوomed embarrass the current radiation level right now in kyiever 0.16 in chenobel somewhere it will be absolutely the same even less okay radiation level here 0.16 Okay okay so the currentclock dans les enfants 0.15 0.30 What's risk in numbers أرى أنك لا يسرق في رئيسة في حالة أنك لا تتكلمت كثيرا وفي اليوم تلك الرئيسة سيكون كما تلك الرئيسة عندما تسلق بجتة 3 حرات عندما تسلق بجتة رئيسة وكما تسلق بجتة رئيسة أيضا هذا لذلك في حالة مدينة في جنوبا تسلق بجتة 2 أو 3 حرات تسلق بجتة على والص Engel إحنا، يعني نحو نحو ارتفاعات في الطيارة برضو يمكن توصل معاك إلى اثنين يعني dymaxim شوكلة هamıeurs روماً مبارك يوماً مباركاً بإذن الله فطره المبارك روينا في الرسل الله يحمينا كذا اليوم بيصير الحمد لله ان شاء الله حامي نفسنا لكن فعليا هنشوف شلون الرادياشن قبل شلون الان هل هو سيف اكثر في المدينة ولا هل هو سيف هنا هذا السؤال صدقي بعد ما خذت الطبيعة المكان ودت الطبيعة تطغى للمكان كل شي يتغير هل هو اأمن انه انا بطيهارة والأهل هو امن انا في اكبر مكان مفجر في نيوكلير هنا اسم الاغنية هكذا الطريق هنا بنوصل هكذا نهاية هنا المنطقة محضورة حتى الأوكرانيين يأخذون جوازات وليس يكون عليها وقع فضل سؤال تتوقعون في احد عايش هنا ولا لا جاوبوا تحت ابد الله عبد الرحمن هنا طبيعي قبل ان ندخل نفسي اللي في المدينة الآن مدرسة الأطفال نعم نعم نحن نقطع لغة اتكلم عن المدينة أصبح حسنا هم هذه المدرسة الأطفال وكانوا هنا الآمون وعم وعم واو الان هنا طبيعي تخيلوا مع الوقت كيف طبيعي الان كأنه طبيعة أخذت المكان صراحة شعور انك كده في مدرسة غريب إن شاء الله يكون نجوم منها الأطفال موسيقى هنا انفجار مفعل النوي أكبر انفجار في الان مفعل النوي عام 1986 موسيقى موسيقى هنا في ترنوبل في الفيلج فسموه عليها ترنوبل مفعل النوي هذا هو هذا اللي انفجرت والمبنى أكبر مبنى ومتحرك في العالم كلفهم اثنين مليار دولار عشان يغطون الانفجار ويغطون الأشعة اللي صارت من الفجار خيلين هذا كل اللي يشفونه كان ورا بعدين يمشى مشى مشى سكروا أخطاء البشر مكلفة هذه خير اسمه جسر الموت ليش؟ لأن الناس كانوا واقفين هنا يشفون المحطة تمتجنا وواو يقول لك انه يعني كان يشفون المحطة تنحرك كده فيقولون هنا ما عاشوا اللي كانوا قاعدين تفرجون من قوة الأشعة اللي بجتهم يقول لك هنا واحد من الناس اللي كانوا يشتغلون في المفعل النوي في المحطة زوجته جت وقفت هنا بعدها بسنة توفت مرة سرطان سنبدأ بكثير من الناس اللي بجتهم لأننا نستطيع الآن المكان يسمى رد فورست تخيلوا رد فورست من قوة الشعاء اللي جاهها سارت حمرة سموه رد فورست كمعج ثلاث ثلاث سكس ثلاث 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 هنا يسمونها الجوست تان مدينة الأشباح مدينة الأشباح مبدأ المكان هنا قبل بكم شهر من الانفجار تخيلوا ولا أحد لاعب فيه إلى الآن الدخان يطلع من الانفجار يجعل المدينة كاملة متلوثة ثلاث 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 ملوثة مرة هنا وهنا وسط مدينة بروفد اللي تبعد ثلاثة كيلو من الانفجار مدينة تشنوبلي تبعد ثمنتاشر كيلو من الانفجار لكن هنا أقرب ثلاثة كيلو عن الانفجار وخلونا نشوف سوا الصور للمدينة قبل المدينة هذي بنوها للناس اللي تشتغل في المحطة لأنها ثلاثة كيلو متر عن المحطة عشان يعيشون هم وعوائلهم هنا فهذا المكان كان جدا جميل وجدا سابق وقته في البنيان وغيرها فش طاح خلطة بشر مكلفة كل السيارات هذي استخدمت لإخلاء المكان من الانفجار وحطوها في مكان واحد عشان تكون ميوزيوم للناس عشان تكون مكان الناس تجي تفرج على السيارات هذه كانت مغسلة 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 مغسل مغسلة مغسلة وهذا سمجح مغسلة نصف هذا هذا على اساس ان يكون شيء يشتغل لكن هذا ما يشتغل كلام فاضي جابوا بعض الاحصنة بيشوفون كيف تقرد تتعايش في المكان اللي لا في التسعينات مع الراديو اكتف لكن فعلا اثبتت الهورسز هذه انها تقدر فالاحصنة تكاثرت من 20 او يعني من 20 او 30 هورس كانوا ساروا بالالاف ويقعدين يتابعونا فهنا ممكن تحصل وتشوف فعلا احصنة بدأت عيلي الوحش ايمن قاد يدور الحيوان اللي حاول احصن واحد him امي احصن ان اولا رغلنا سهل اعطي ثلاث لتجع رغل الواحش سيمنطع بقيل ايه ايه اعلت لإلان ان نرال بино انه يلمز لله أنه يلمز لتجع أنا أعلمي الله أنظر لنا علينا أن أرى الشخص أنا أرى الشخص قليلاً لحسن أعتقد أنني أتبع بالنسبة لي الشخص هذا الوضع وأنا أقرأ لكن هذا الشخص شخص لقد قد قليلاً لقد رأيه من الأبوال لا يمكنني أن يكون الشخص اشتركوا في القناة ترى سهل الموضوع سبسكرايب ولايك صدق ايش انت خسران فعل جرس تنبيه صدق يا جماعة خلونا نستكشف سوا اذا انتم ما دعمتوني والله ما احد هيدعمني كمان لايك لايك